أرصفة شارع النجفي تعود إلى بيع الكتب تقليد عرفته الموصل منذ عشرات السنين إلى أن سقطت بين مخالب داعش صيف 2014 أهالي المدينة تعمق وعيهم بأهمية الكتاب وخطورة الكلمة بعدما دمر التنظيم الإرهابي ذاكرة المدينة التراثية والثقافية ففجر جوامعها وكنائسها وحطم آثارها وأحرق مكتباتها العريقة التي طالما حاوت أمهات الكتب رقم الدمار الذي تشاهدونه خلفنا إلى أن الموصل ستنهض من جديد بعقول شبابها بعقول مثقفيها أدباء الموصل وكتابها ظلوا ملازمين للصمت إزاء الفضائع التي ارتكبها مغول العصر الإرهاب فرض كوابيسه على الجميع دون استثناء التهديد والخوف والتنكيل هواجس طاردة المثقفين في كل مكان اليوم تنقشع غيوم الإرهاب عن سماء الموصل وتعود إليها شمس الحرية بعض المثقفين بادروا إلى تأسيس منتدى الكتاب بعد التحرير أنا ومجموعة شباب اتجاهنا إلى إعادة نشر ثقافة ثقافة جديدة هي ثقافة الوعي المطالعة قراءة الكتب إنتاج أفكار بديلة عن الأفكار التي كانت ساعدة في المجتمع مقاهل الموصل الأدبية ومنتداياتها لا تكاد تتوقف حلقات المثقفين تلتأم في المجموعة الثقافية والدواسة إضافة إلى جامعة الموصل الجميع يتوق للتعبير بحرية بعض المثقفين يتباكون على أنقاض المدينة ولكنهم لا يبكون على أنقاض الإنسان كما يقول متابعون فالمدينة بحاجة إلى عمار الفكر الذي طاله الخراب قبل عمار السقوف والجدران